هاي كيف كنت وانتكون بخير انشهارة اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الميزان راحاول احكي عن الاحوال العاطفية راحشوف المشاعر نوايا الحبيب وإلا ما ستقول علاقتكما انتم بعض كذلك راح تحدث عن عذاب عذاب برج الميزان هل يعني في قدوم شخص جديد بحي تكون يا برج الميزان وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب لقناتي وتدعموني والناس اللي بده تتواصل معي بقراءة خاصة تبعتلي على الايميل موجود بصندق الوصف ما تنسوا كذلك على انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع حاولوا تشوفوا اي برج او اي قراءة تناسبكن اكتر وهناك احتمالية انه تكون قراءة عكسية اوكي احبلش ببرج الميزان بداية يا برج المييزان عمشوف انه حاليا اا عمشوفك كتير زعلين من الحبيب ممكن عمل بلوك ما بتحكي معه ممكن مبتعدة كتير عمشوفي بعض عن الحبيب وحتى كذلك في خصامات في خصامات وابتعاد ممكن عمل بلوك عكل مواقع تواصل الاجتماعي من يعني من فيسبوك وواتساب انستغرام اي شيء من هذه المواقع عمشوفك عمل بلوك ما عم تحكي كذلك عمشوفك مبتعد عن الحبيب عمشوفي خصامات انت والحبيب كذلك عمشوف الحبيب بهذا الوقت كأنه كمان هذا الانسان عم يحبك بحب كبير وحب كتير قوي بس عم يخفي مشاعره تجاهك هذا الانسان عم يخفي مشاعره كتير زعلين على باتعادك عنه بس بدو ترجع لالو بدو ترجع وبرغم انو عمل بلوك كذلك او ما بيحكو متزعلين مع بعض انتو يا برج الميزين بس عمشوفه عمشوفوا لهذا الشخص يحمل بقلبه كتير مشاعر قوية نحوك كمان عمشوفك انت يا برج الميزين كأنه بدأت خلاص بدك بداية جديدة بحياتك بتبحث عن اشياء اخرى ممكن للبعض من برج الميزين بدهم بداية جديدة مع الشريك كأنه بدك تعطي فرصة لهذا الشريك عمشوف للبعض لانه الدفول بتاع البدايات كأنه بدك تعمل او تعطي فرصة لهذا الشريك تحكو مع بعض للبعض منكم كذلك عمشوفهم بدهم يبحثوا عن اشخاص جدد خلاص ملوا من هذه العلاقة وما شافوها جيدة بالنسبة لهم كذلك عمشوف الحبيب حاليا كتير تعبان من دونك عم يفكر فيك في تفكير كتير طويل هذا الشريك على فكرة بيحبك كتير وعم يفكر فيك كتير برغم ان انت يا برج الميزان حاولت انه تقلب الصفحة وتشوف حياتك بس هو بضل بيفكر فيك كتير تعبان هذا الانسان من دونك كذلك عمشوف نيتو انه انه ترجع لبعض بس هو بيقاوم يعني بحاول يبين لقي لك انت يا برج الميزان على انه كتير قوي وما يعني ما بيوشي ومش مفتقدك بس هو من داخله بيتقلم كتير عمشوف كذلك على انه لاشياء اللي ما بتحبه فيه ممكن انت بتشوفه يا برج الميزان على انه قولا بلا فعل كأنه هذا الانسان وعدك بكتير اشياء وما اوفى بها كأنه كان بيحكي لك عن الزاواج كانو كان بيحكي لك عن اشياء اخرى بس ما اوفى بهذا الشيء للبعض من برج الميزان كان حاسس انه في خيينة وممكن انت شفت هذه الخيينة بام عيونك وكذلك شفت كتير اشياء ازعجتك انت يا برج الميزان كذلك اول اشياء اللي حببتك بهذا الشريك هو نجاحاته العملية والمادية كتير ناجح عمليان كتير اه اوقات اه بيتغزل فيك بيعمل حاله اه يعمل لك اشياء بتساعدك انت يعني بعض الاوقات بس انت ممكن ما تحملت خيانته وما تحملت اه اه ما تحملت يعني الكلامه اللي ما شفت منه شيء كذلك عم شوفك يعني هو ما بحب فيك على انه كل ما تتزاعله مع بعض انتو بتعمله بلوك ما عم تحكي معو خلاص بتسكر العبويب وبتخلي هيك يعني متعلق بس يعني كأنه دائما انت بتعطيه فرصة يعني كل ما رجعت لطبيعتك وهديت يا برج الميزان تعطيه فرصة للرجوع ممكن هذا الشيء هو الذي يأمل فيه يأمل انه تعطيه فرصة لما ترجع الامور الى 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 نصابه يا برج الميزان كذلك عم شوفك بدك يرجع لك هذا الشخص بدك بدك يا برج الميزان انه يطلب السماح منك انه يطلب كتير انتزع عليك هذا الشريك كتير اتعبك ممكن خانك ممكن كتير اشياء ما كانت جيدة ابدا وحاليا هو حس بنادم وطعب كتير قوي برغب من انه بيبين على المقوي ومش على باله ولا همه يكون معك بس هو كتير تعبين يعني الابراج اللي عم تطلع عندي بالقراءة بيطلع عندي برج الاساد برج العقرب برج الميزان كذلك حتى الجوزاء السور وكذلك حتى الحوت بس يعني كل الابراج طالع بهذه القراءة يعني الى ما ستقول هذه العلاقة بالشهر يناير عم شوفكن انه هذا الشريك او العلاقة رح تتحول يعني تدريجيا يعني رح تموت تقريبا يعني انتو حاليا مو بتحكوا مع بعض لانه هيك بتطلع عندي بالورق بس يعني لما رح ترجعوا مع بعض رح تتغير الامور كأنه رح يحصل شيء رح يخليكن رح يخليه هو وانت تشوفوا العلاقة هل ستنجح لنكون مع بعض او خلاص ننهية ابدا وكل واحد يروح لحاله كأنه رح تتخدوا قرار هذا القرار لا رجعته فيه اما تتصلح العلاقة اما نبتعد عن بعض رح يكون في قرار حاسم بهذا الشهر معك ومعه ممكن تحكوا مع بعض وكل واحد يحكي اللي بقلبه يتبتعدوا يتضلوا مع بعض كذلك عم شوف عم شوف للناس العزيب اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم ممكن انت عم تراقب شخص من بعيد يا برج الميزان خاصة عزب برج الميزان عم تراقب شخص ممكن يكون متزوج ممكن كذلك عم تشوفه هو الشخص الذي بدك تتزوج فيه بتحسوا انه شخص يناسبك بتحلم فيه متعلق فيه كتير بس عم شوفه لانه هيدا كله براسك كله بتفكيرك مش حقيقة ابدا يعني اذا بدك هذا الشخص لازم يكون فيه يعني كأنه تصارحه اذا عندك الجرأة انه تصارحه او تعمل اشيء او حيال ليكون معك هذا الانسان لانه يعني ممكن هو ما منتبه ابدا ممكن انت تكون بس يعني شخص معجب فقط شخص معجب فيه ومعارف هو ابدا ايه رحاول اشوف الاوراكل كاردز شو بتعطيك يبرج الميزان كنصائح بشوف انه فيه كأنه فيه دعوة لتعمل ديتوكس لجسمك اذا فيه اشيء عم يعني بدنك عم تحسوا كتير تعبين وكتير مريض انت يا برج الميزان حاول انه تعمل جيتوكس يعني تنقية للجسم وتنقية حتى للفكر من افكار السامة حاولت يعني يعني فكرة كثير فكر اجابي اكتر بيلك انه لما تشيل افكار يعني افكار الخوف وافكار الاشياء السلبية براسك السلام يأتي اليك ويصبح حقيقة يعني انا كأنه بحس انه انتو يا برج الميزان كأنه انتو خلص كنتو بتحكوا كلام جارح بيناتكن كأنه العلاقة ما صارت صحية ابدا لهيك انا عمشوف فيه دعوة للتنقية تنقية العلاقة تنقية فكرك تنقية كتير اشياء كمين انا عمشوف انه دعوة كذلك على انه لما بتفكر بالسلام لما بتشوف الحياة من منظر اخر يأتي اليك السلام ويأتي اليك الاشياء الايجابية حاولوا تنقوا فكركم اكتر كمين هون بيقلك هايدي ورا قطعني يعني انه كل المحل اللي مريت فيها عبر الميزان بس هي طريق لتصل الى الحقيقة يعني لتصل الى شخصية قوية لكتير اشياء ايجابية ما تعتقد ابدا على انه الاشياء اللي بتمر فيها حاليا ما كانت ايجابية بالنسبة لك يعني شيء سيء ابدا ما تشوفها هيك شوفوا على انه هي طريق لتجعلك شخص قوي لتجعلك يعني بتشوف الحياة بمنظار اخر حاول انه تفكر بشكل من الايجابية بالرلميزان يعني دائما تشوف حتى السلبة ايجابية كمين هون بيقلك انه تفتح طاقتك انت لا تستقبل يعني طاقت جديد يعني هايدي دعوة انه تكون يعني منفتح لأناس جداد ما تكون مسكرة على حالك كذلك ما تكون يعني سلبة حاول تكونوا ايجابية الى هيك انا ادعو الى الايجابية رح اعمل الفيديو على فكرة رح اشرح فيه علم الطاقة ورح اشرح فيه علم التاروت لانه كتير عم يجيني عنه صحر وانه هيك لا رح حاول احكي عن ما هو علم التاروت واللي هي قراءة التاروت ليش بقى وليش عم مثلا احكيك او تزبط مية بالمية وليش انت بتحكي ليح حياتي ورح حاول احكي عن هذا الفيديو بالضبط فقط للتوطيح لانه في كتير مغالطات عند الناس وما عم يفهموا شو هو التاروت ولا علم الطاقة بشكركم يا برج الميزان وبتمنى لكم كل الخير وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لالي وشكرا اشتركوا في القناة